اشتركوا في القناة والابداع الاعلامي في ظل المشروع الاصلاحي لحظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يده الله جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير شؤون الاعلام للمعهد الفرنسي للاعلام المسموع والمرئي في العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى سعادته بالمسؤولين عن المعهد واستمع الى شرح حول تاريخ المعهد وابرز المجالات التي يعمل المعهد على تطويرها في مجال الاعلام المسموع والمرئي كما اطلع سعادته على اخر التقنيات الحديثة المتبعة في هذا المجال والبرامج التدريبية النظرية والعملية التي يقدمها المعهد للشركاء والمتدربين من مختلف انحاء العالم واشاد سعادة وزير شؤون الاعلام بالتعاون المثمر بين وزارة شؤون الاعلام والمعهد الوطني للاعلام المسموع والمرئي بالجمهورية الفرنسية والذي نتج عنه اطلاق برنامج تدريبي مشترك لما يزيد على ثلاثين موظفا في الوزارة تم ابتعاثهم لمدة الشهر الى فرنسا لتلقي التدريب المكثف في مجال اعداد التقارير الاخبارية وتقنيات الصوت والاضاءة والسرد الخبري والمقابلات المباشرة وغيرها متطلعا سعادته لمزيد من التعاون مع المعهد في المستقبل لما فيه النهوض بالكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها في مختلف مجالات العمل الاعلامي وبحث سعادة وزير شؤون الاعلام خلال الزيارة اوجه التعاون بين الوزارة والمعهد وافاق الشراكة المستقبلية في ضوء مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين على هامش الزيارة التي يجريها جلالة الملك المفدى ايده الله ورعاه الى الجمهورية الفرنسية خصوصا في مجال تقييم المحفوظات السمعية والبصرية الخاصة بالوزارة والحفاظ عليها وبناء قدرات الفرق الادارية والتنفيذية وتطويرها في مختلف مراحل الانتاج الاعلامي مشيرا سعادته الى ان المعهد الوطني للاعلامي المسموع والمرئي بالجمهورية الفرنسية وبما يملكه من تاريخ عريق وتغنيات متميزة وبرامج فاعلة سيشكل اضافة مهمة لتحقيق اهداف الوزارة